دخل المتطوعون إلى القرية الأولمبية الشتوية للتعرف على الأعمال والمناصب المعنية تحت إرشاد وقيادة المسؤولين عن مختلف مجالات الأعمال في القرية الأولمبية الشتوية والقرية الخاصة بذبوي الاحتياجات الخاصة ببكينة وفي مركز الاستقبال يتعلم المتطوعون كيفية تشغيل الروبوتات الذكية أمام المركز وفي مركز الاتصالات قام الموظفون بشرح تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية للمتطوعين سعمل على قياس درجة الحرارة عند الأبواب تعلمنا الأشياء المتعلقة بذلك بالشكل الأساسي وقمنا ببعض الترتبات لحد العمل مسبقا يذكر أن أغلبية المتطوعين هم طلاب في الجامعات ويستخدمون أوقات فراغهم في الأعمال التطوعية سيكون هؤلاء المتطوعون العمود الفقري لباقي المتطوعين وسيساعدون المتطوعين الآخرين للاطلاع على الأعمال تمهيدا لقدوم المتطوعين اللاحقين إلى بكين للقيام بالأعمال ذات الصلاة في الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية